قبل الفاصل سألت عمر الخشاب عن تقييمه للإضافة اللي عملها إمام عشور وردى صليم صفقات النادي الأهلي الجديد مع الفريق وسألته كمان عن شايف إزاي الأهلي يلعب مع سان جورجي المباراة العودة يوم الجمعة القادمة إن شاء الله بسكريم بسكريم الميزة في كلر إنه هو الأمر الناهي جولفر بمعنى أصح أنا عاوز المراكز دي 1-2-3-4 فبالتالي اللجنة الفنية مع طبعاً حفرية اللجنة المتخصصة بالسكاوتنج مع كيادة كابتن هاني رمزي مؤخرة يعني اللي هو بيحاول يقوم بدور المدير الرياضي منصب جديد أهلي بيحاول يستحادسه بقت الكسة أسهل بكتير جداً طيب إيه الفرق من السنة دي والسنة الفاتت السنة الفاتت كانت اللجنة الفنية هاي اللي قالت أنا اشترت بعض العناصر طبعاً محترمي ليهم لكن ما قدتش المردود الإيجابي مع كولر فبالتالي كورر بيتخلص منهم لعيب وراء الآخر عشان خاطر بيعيب زيادة على الفرق كل الوقت بيطبق الكسة لا يا مستفى سعد ميسي ووشهالي حسين طبعاً ووشهالي حسين محترمي ليهم وطبعاً كلهم مش تقليل منهم طبعاً لكن ما داخلوش دمن المنظومة بتاعة كورر صحيح الميزة في كورر إنه هو بيطبق مبدأ الكيف مش الكام مش عدد لعيبة تجيلي وخلاص أكتر من من العناصر اللي أنا عاوزهم حتى لو هصرف لعيب أو اتنين فلوس جامدة فيهم قوي لكن أنا أدل لعيبة اللي محتاجة بدليل إنه كورر بيطبق العدالة في الملعب بيعمل روتاشن أنت ما بتحسش إنه فيه خلل في اللعب كورر اللي هو الميزة في الأهلي إنه كورر هو رقم واحد المنظومة كلها ممنع على كورر مهماكش لعيب يغيب أو مهماكش لعيب مصاب أو لعيب مطرود أو أين كان غيبه أكيد أي لعيب يغيبه ممكن يكون مؤثر لكن الكثة كلها الأفكار والأنماط اللي موجودة كورر هو صاحب الفضل لها طبعا مع ربنا ردا على سؤالك الكثة كلها إن أنا لما أجبت إريدا سليم أو حتى أمام عشور ومودست هي عشان يكمل المنظومة يكمل اللوحة الفنية اللي كورر بنيها من السنة اللي فاتت نفس الأدوار اللي كان بتسند للعناصر الموجودة هي هي نفس الأدوار اللي بتسند لحمد فتحي هي موجودة مع أمام عشور لكن ببعض أدوار مركبة ليه عشان خاطر إمام عشور فيه يعني تكنيا أعلى من حمد فتحي في بعض الأمور كو بدنية